الناس كتار اليوم عم بيتذكروا انه من ثلاث سنين واربع سنين نبهنا وحذرنا وبشكل رمزي قلنا تنكة البنزين وتنكة المزوت لح تصير بـ 300 ألف ليرة هي مش مدعاة لا فخر ولا فرح هادي مدعاة أسى في دول كتيرة صار فيها أزمات مالية وإفلاس ما في ولا حالة يلي مر سنتين وبالظاهر ما صار شي بالظاهر بس لأنه بالواقع صار إشي كتير والإلهاء عن الإشياء يلي عم بتصير على خطورتها عم بينبزل جهد كبير من شانو خنقات وصلحات وتقليف حكومة واعتزار وجرائم شو اللي صار فعليا مش بالظاهر بعد فترة إنكار ضايمة فترة وجيزة تعطلت أدوات السلطة شو هي السلطة بلبنان إن شاء الله حدا مصدق إنه السلطة مجلس نواب ودستور وخبارنا هنا لا السلطة بلبنان هي شغلتين هي زعمة طوايف يعني حلقة سياسية أمنية ما ننسى من إنه ومن جهة تانية حلقة مالية مش وحدة بتشتغل عند التانية لأ نيناتهم بحاجة لبعضهم وبحاجة إنه يبينوا وكأنهم مفصلين مثل ما بالجسم في كلوة وفي رية وفي قلب حاجة عضوية شو بتكن بالحكي خلينا نتطلع بالوقع يعني الحلقة الميلية شغلتها تجيب دولارات من بره ترمبا الحلقة الأمنية السياسية قايمة على وظيفتين من جهة بتوزع منافع وبيتخينق على الحصاص كان بالزمنات في حكم مكلف من الدول الإقليم الهوية السوريين راحوا وبقيوا يكملين يوزعوا المنافع ويتخينقوا عليها ويراهنوا على الألق والخوف عطول عطول لازم اللبنانيين والمقيمين باللبنان يكونوا خايفين إنه لا تقوم تعلق تيرضوا إلى جانب الرشوة بكل شي عم بصير يلي حصل إنه الحلقة المالية تعطلت بعد شوية إرباكة إنه مش ضغري جماعة السياسة والأمن فهموا شو صار بس أول ما فهموا الرد إجا حاسماً من خلال ما سمي المجلس النيابي ولجنة تقصي الحقائق الممثلين المباشرين للزعماء الستة وبظهرهم مندوب عن نجيب مياتي نزلوا أمنوا حراسة للحلقة المالية المصابة حراسة صارمة ما حداً بيدق فيها المصارف كلها ياتمت وقفة عن الدفع وما كأنه في شي ماشي الحال ارتاحت الحلقة المالية لما شافت إنه هي محصنة مش محصنة بس بشقف التنك اللي ملزقه عبويب في روعة المصارف ومحصنة بكل قدرات الزعماء الستة شو قاعدت تعمل قاعدت تنظم الرد بهالوقت الحلقة الأمنية السياسية كانت ملبكة لأنه بده تحرس هالترمبة القلب لمضخة ياللي باليه ما فيها تعيش ما بق فيها توزع منافع شو بقي عندها من عدة شغلة بقي شغلة وحدة المراهنة والعمل على بث الخوف والألق مشاكل عطول وإجا انفجار بيروت واخنقات وصلحات وتفق ولوتشقهم وتكلف وتكلف واعتزار هيدا كله لإفساح المجال لتنظيم الرد ما حصل مبارح هو بداية ظهور الرد مبارح حصل أمرين ورا بعضهم طلع نجيب ميقاتي عند ميشيل عون ورجع فيه تفاقل ووراها بأقل من ساعة اجتمع مجلس الأمن المركزي وحضر حاكم مصر في لبنان منسق الحلقة الميلية وقال لهم انه ووقف الدعم وبالتالي ما بق فيه سعر رسمي صار سعر واقعي تبهولا هاي انه فيه شي رسمي وشي واقعي يعني هيدا الرسمي ما خصوا بالواقع وهيدي السوق الكانية تساودة بطلة تساودة كمسحنا عندنا الغابرات طلعت شفافة هايك بهالبساطة أخدوا علم هن هايك نتوقف عند هاي اللقطة شو معناته هذا الابر تنجة البنزين وتنجة المزود متن باتنيت ألف بس مش بس هاي كل شي لحيل حق كل شي كل شي الادوية والنقل وكل شي اخدت معهم سنة ونص اخدت معهم سنتين لا يضمنوا انه الناس الارجح لحيسكتوا بس فينا ننسى انه هيدا صار بما كان اسمه مجلس الأمن المركزي يعني فيه اياد الجيش اياد قوى الأمن الداخلي ايادة الامن العام ويادة امن الدولة ليش لانه باركي صار مشاكل باركي الناس قدام الفاجعة يلي وقعت على راسهم انطفتوا باركي في بعض العالم لح يستغلوا هالشي ليعملوا مشاكل يروحوا بعض الضحايا لذلك كان ضروري كل القوى الأمنية تكون هون لانه الى جانب تنظيم الاذلال فيه حاجة للقمع نجيب مئاتي شو محلوا بالقصة تذكروا قال فيه ورقة فرنسية ما فيه ورقة فرنسية فيه تحرك قاموا فيه قاموا فيه مشتركتين سفيرة فرنسا وسفيرة الوليات المتحدي وبرموا على المملكة السعودية وعى دول الخليج وانعقد مؤتمر قال لمساعدة لبنان ونحكى عن 350 مليون دولار بها السيئة ومنفهم شيء شخص زكي مثل نجيب مئاتي فيه قال له عقله والله بين التحضيرات اللي كانت عم تجرى بالحلقة الميلية المحروسة وبين هالريهان الخارجي بمسار ترتيب المنطقة فيه امكانية ينلعب دور شوه الدور؟ الدور هو تصفية كل مقدرات الانتاج والممانعة في هذا المجتمع وتحويله الى متسول بهاي المساعدات مراقب بقوى عسكرية التي تدعى لتكون قوى قمع هذا اللي صار مبارح بالظاهر ما صار شيء لك ما فيه بلد اقصى اليمين واقصى اليسار وسندوق النقد والامبرياليه بعد حالة افلاس نعمل فيه ربع يلي نعمل هون من سنتين لليوم كل اموال الناس سرقت وحدة القياس النقدة بالاول العملة هي وحدة قياس تلو واحد يعرف لما عم بيشتري او عم بيبيع او عم بينتج شو تمن السلعة او الخدمة تعطلت المؤسسات خربت كل اياتها الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية والتجارية وكل شيء والناس هما شو هما السترة هما تنظم هجرة الولاد وبعض السخافاء معتبرين انه ما الحق على زعيمون حق عهوديك وبالتالي عندهم جواب جاهز بسموه لمركزية يحلوا عنا هاوديك ونحن ما ندبر حالنا والعكس بالعكس هادي حالي اللي بتحط كل واحد اليوم قدام مسئوليه وخيار هاد المجتمع مهدد بالتبدد وهناك من خطط لذلك وراهنا عليه شو بتكون هلا بالتويتات وعم بيعترضوا لا عم بيراهنوا عا استعادة المقاثر يلي جيبتهم الحرب يلي خلت الناس يرتضوا بشو مكان حتى انه زعم الحرب يعفوا عن نفسهم ويحكموا وضربية 92 يلي انضربت انضرب سعر الدولار تطلع من 800 ل 3000 وعملوا وقتها الانتخابات واجت الترايكة العظيمة المنقذة وركب الثلاثة بوقتها رفيق الحريرة والهراوي ونبيه بالري وبيّنوا كمنقذين اليوم فكرهم انه يرجعوا كمنقذين بعد ما يكونوا خلوا الناس من الذل والخوف انتبهوا المال والسلاح كونوا وصلوا لمكان يرضوا بشو مكان انه يتبدد المجتمع ما كانوا عم يضيعوا وقتهم ابدا في كتير ناس للأسف ما انتبهوا ضاعوا ضيعوا وقت ضاعت موارد ضاعت مليارات بهالوقت من وقت حكومة ديابل اليوم ضايعلوش 15-20 مليار دولار بعمروا بلد كله كل يلي بيسموه الإعمار مكلة في نص هالمبلغ هيدا عملوه عن غشماني؟ لا مش عن غشماني هيدا عملوه تتبقى السلطة ويتبدد المجتمع في ناس فكروا انه معنا وقت بعد سنة انتخابات بعد سنة فكركم ناطرينكن هني ناطرينكن ها كل واحد كل واحدة اليوم كافراد على ايهم المسؤولية بدل ما ينظموا هجرة شبابهم وولادهم او ينجروا لتفسيرات تافهة ومجرمة انه مننفصل عنها وديك مندبل راسنا بانه هيك بكونوا عم يتحولوا هني لوقود لاستيراد الحروب والتدخل الخارجي وبالتحديد امام هال امام هال الظرف المفصلة في ناس مش معزولين مش مفرقين في ناس منتظمين بقطر يلي كانت تأمن لهم مقام اجتماعي هايدي القطر ابرزة بالبلد هي المهن الحرة الي كانت مأمني لأعضاء مقام اجتماعي وطرطي صحي وشوية معاش تقاعد والاخره هيدول في ناس كانوا مؤتمنين على اموال مش واحد بمصرياته بغامر او ما بغامر مؤتمنين على مدخرات اجتماعية هاودي ارتكبوا جريمي لانه هاودي مين اني هاودي مندوبين عن الزعمة الستة وحطوا مدخرات الاجتماعية تبع مئات الوف الاسر عند الحلقة الميلية يلي طارت هني والمصرفيين كاشخاص يلي عن علم ودراية اخدوا هالاموال يلي منها اداعات فردية هاي مدخرات الزمية اجتماعية لمئات الالوف من الاسر ومكتوب ع اسم صاحب الحساب صندوق التقديمات الاجتماعية لنقابة كذا ببيروت وبطرابلوس مدينة نجيب مئاتي افقر مدينة ع المتوسط هل اصلا كل الناس بيقولوها انه هايك اجت بالصدفة كله ايجا بالصدفة ما فيش ايجا بالصدفة هاو دي المصرفيين كمان هني ارتكبوا جرم عن قصد وبالتالي المرحلة الانتقالية اليوم عم بتتقدم انما ابدا مش بالاتجاه يلي سعينا كل جهدنا انه ما تروح له ويلي ما زال فيه مجال انه ما تروح له بشرط انه يكون فيه الوعي بتصور صار صعب الواحد يقول ما عني فهمين شو عم بيصير صارت صعبي كل حق عفلان وععلان بس يكون فيه الجرأة الجرأة بالمجاهرة لانه هاي المنورات هلا لح تسمعون اليوم كلهم لح ينطفضوا ولح يتهموا بعضهم والحق على رياض سلامة والحق على الحكومة والحق على هيدا والحق على هيدا شو بتكون بالحكي طلعوا الوقايع الوقايع الفعلية شو عم بيصير خلينا بها المفصل ما نرضى طوعيا نكون ضحايا انشأنا مواطنون ومواطنات في دولة لانه عارفين لح نوصل لهان واليوم اللي محق نحنا مستعدين نحمل المسؤوليت نتايج كل اللي عم بيصير بس الوقت كتير تمين ما بتتأجل الأمور بناء على أوهام وعلى مساعدات وعلى مرهانات اللي بأي لحظة فهي تنزلي للعنف وبالتحديد كلام موجه أيضا إلى المسؤولين في القوى الأمنية ما تنجروا انتوا كمان لأنه بكرة متى ما صار سعر الدولار عشرين ألف وبكرة خمسين ألف وبكرة مية ألف بيرجع بيصير فيه دفتريا شوية إيرادات للخزينة بكرة بيزيدوا لكل المعاشات شوي مش كتير شو حيصير بها المصريات تح تروح وتشتروا غراض ما بقى فيه إنتاج بالبلد هيبدأ نستورد لح يرجع يطلع الدولار ما تنجروا لا تكونوا أداة في يد سلطة فاشلة عاجزة مجرمة ولا تكونوا وقود للتدخلات خارجية وبعض رهانات المجرمين المحليين تيزيدوا المقاسة والدم واليأس بهذا البلد ونحن سوا والدنيا ما بتخلاص بس بدنا نكون عندنا القدرة والجرأة والمعرفة نتعامل مع الوقائع مثل ما هي مش ننساء تنرجع نستعمل تعابير من غير شر رياض سلامة إنه السوق والرسمة والواقع ترجمة نانسي قنقر